موسيقى السلام عليكم عاشتما صالح الحماية المدنية اليوم الاثنين حالة استنفار قصوى بسبب طهات الغزير للامطار وتسرب المياه إلى بعض المحلات التجارية ومساكن المواطنين وفد بيان لقالية الإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية ما سأل يوم بولاية قلمة أن مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية قد تدخلت بالحياة السكن أحمد زميلي لامتصاص مياه الأمطار المتجمع والتي بلغ علوة 20 سنتيمتر في طريق باستعمال مضخة حسب ذات المصادر كما عرفت ولاية تبسهية الأخرى تساقط كثيف للأمطار ما جعل مصالح الحماية المدنية تتدخل على عجل وتقوم بإنقاذ المواطنين المحاصرين فيرجى أخذ الحيط والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق ترجمة نانسي قنقر